السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بنشر المزيد ان شاء الله كثير منا دكتور عندهم ابتلاءات نريد ان نبشرهم بان البلاء كله خير ان للبلاء حكم لكن نحن بعقولنا القصيرة يتدين انه فر والعكس صحيح فلهم ثمار وفوائد كثيرة نذكر منها تحقيق العبودية لله رب العالمين فمن الناس من هو عبد لهواه وشهوة نفسه كفارة للذنوب البلاء ضغط من دروس التوحيد والايمان والتوكل يطلعك عمليا على حقيقة نفسك لتعلم على انك عبد ضعيف لا حول ولا قوة الا بربك الابتلاء علامة على محبة الله سبحانه للعبد لابد ان تعلم ان الله سبحانه اعلم ذنصحتك عن نفسك وهو الحكيم يدعو الاشياء في موادع لا اقاتبية فما اصابك فهو عين الحكمة والشوق الى الجنة العبد لن يشفاق اليها الا اذا ذاق مرات هذه الدنيا البلاء يكشف حقيقة هذه الدنيا وزينتها وانها متاع الغرور قال تعالى قل متاع الدنيا قليل ولاخرة لمن اتقى حتى قال فيها صلى الله عليه وسلم ملعونة ملعون ما فيها الا لكر الله ومولاه البلاء يذكر العبد بذنوبه لكي يتوب منها قبل حول العذاب الارضة ويذكره بمولاه بعدما كان غافلا عنه ويذكيه عن معصيته بعدما كان منهمكا فيها البلاء يذكر العبد ليعمل الله عليه بالصحة والعافية يا دكتور هل تسمح الدكتور لي ان احكي لك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بذكر يذهب الهموم يا رب يا رب هل يمكنها دكتور ان احكي هذا نعم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شرف كبير في هذه الليلة المباركة رأي النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على المنبر وحوله ناس مختلفين مجهولين واناية معهم وبدأ يقول صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله بصوت مرتفع لا اله الا الله لا اله الا الله حتى ادلت لحيته بالدموع ونحن نرددون خلفه ثم قال صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله بخشوع حتى تدمع الريون فانها تذهب الهموم نسأل دكتور هل رؤية نتقسمها مع المستمعين ونسألك دكتور الدعاء اختتعى دكتور الزوج متاعها والاخت نزعى بالتوفق في الدراسة نزعى دكتور وجزاك الله على خيرا جزاء دكتور شكرا لك شكرا لك سليمة حفظك الله ورحمه الحمد لله بناتنا الحمد لله بنات المغرب فيهم من الايمان القوي والصلاح الكثير ما يجعل دائما نستبشر بالخير للا سليمة هاتشابة المباركة اعطتنا هذا النبدة عن حقيقة البلاء ولعل معظم الامراض النفسية التي تصيب الانسان في هذا الزمان وما اكترها سببها انه يغيب عنه فقه البلاء فقه البلاء وهي ان ما اخطأك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك وان الله تعالى يختبرنا ولي خلق الموت والحياة لماذا خلق الموت والحياة ليبلوكموا ايكموا احسن عمل والبلاء رغم الشدة اللي فيه لكنه يسمي اهل الله كسمه هو سبب الترقية السريعة من اصيب بالبلاء ليعلم بانه قد داخل الى دائرة الترقية السريعة لان الترقية نوعان كالترقية البطيئة والترقية السريعة في المطاقة العمومية نعلم بان الترقية من سلم الى سلم إذا كانت بطيئة كتكون عشر سنوات وزيادة لكن الترقية السريعة قد تكون في سنة ونصف أو سنتين تسمى الترقية السريعة كتكون بإن أن الموظف يجتاز مباراة أو أنه يحصل على شهادة علمية جديدة أو خبرة ومهارة يفيد بها مقر العمل فيالو أو شيء من هذا القبيل إنجاز مهم للغاية فكتكون الترقية السريعة في غضون سنتين أو سنتين ونصف أما الترقية البطيئة تمتد عشر سنوات وزيادة هكذا هو قانون الإبتلاء العمل الصالح من صلاة وصيام وحج وعمر وصدقة يسمى ترقية لكنه ترقية بطيئة لكن الصبر على البلاء يسمى ترقية سريعة فأهل الله لم يكونوا يتشأمون أو يتنذرون من البلاء بل يفقهون علم البلاء بأنه هذية من عند الرحمة أرد ربنا عز وجل أن يباهي بك الملائكة كل مبتنى الله تعالى يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي وانظروا إلى أمتي لقد ابتليتهم بابتلاءات شديدة انظروا ردة فعلهم ماذا يفعلون؟ فإذا كان المؤمن صابرا محتسبا حامدا لله على كل حال ربنا يباهي به الملائكة أما إذا كان المؤمن يتنذر ودائما قلقا دجرا فإن الملائكة تقول يا ربنا ألم نخبرك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك لهذا ربنا يفرح لما يرى المؤمن الصابر المؤمن المبتلى الذي يصبر ويحتسب فشكرا لك بنت سليمة وهذا الرؤية الطيبة لشفتي الآن هي تفسيرها واضح ولعلها تنطبق على الوضعية الراهنة الوضعية الراهنة كما نعلم قبل بضعة أسابيع المشتبع العربي والإسلامي يبدو بحالة لا تصر هناك ضعف هناك تقهقر هناك عدم الاهتمام بأحوال الناس وهناك ضياء وهناك فتور وتتساءل أين هو الدين أين هو الإسلام ربنا سبحانه وتعالى أراد أراد أن يبعد جدوة الإيمان في القلوب ربنا أراد أن يبعد حب النبي في النفوس ربنا أراد أن يبعد المسيرات المسلمة في كل العالم في ماليسيا وإندونيسيا وفي بنغلاطش وفي الهند وفي العالم العربي وفي المغرب ومصر والجزائر أراد ربنا في بغتة في تركيا وفي الدون الأوروبية في رحظة أراد ربنا أن يقع تقع دعة إسلامية من جديد شبا للدين وتمسكا بأهدابه واعتزازا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا وقع ربنا سخر الرئيس الفرنسي ليقول تلك الكلمات الجارحة ضم بها أنه سوف يمس جوهر العقيدة ولكنه خدم الدين من حيث لا يشعر لقد قدم لنا خدمة عظيمة لأن هذا الدين إذا أصابه الفتور يحتاج في كل فترة زمنية إلى من يوقد الوقود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها كل مئة سنة تكون هناك مجدد للدين كان أيام زمان فرد من الأفراد ذكره العلماء في القرن الخامس مثلا ذكروا أبو حامد الغزالي وفي القرن السادس ذكروا ابن تينية وغيرهم كل قرن تذكروا عالم العلماء اليوم لو العلماء يقولوا بأن المجدد لم يعد فرد بل قد تكون هيئة أو منظمة أو جماعة ثم قالت صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر قد يكون الرجل الفاجر وبه ينصر الله الدين وهذا الذي وقع أحيانا تجد رجل بعد وعلاقة بالدين يقولوا تصريحات فإذا به يشعل الوقود في القلوب والحمد لله ما رأيناه الآن الحمد لله شيء يصر نحن نتمن ونشيد عاليا بالتجربة دي المملكة المغربية الشريفة في شخص وزارة الخارجية التي أصدرت بيانا للتمديد بكل الممارسات الغير السليمة والتي تمس بمقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم داعية لوجوب التفريق ما بين التطرف المنبوض وما بين الوسطية المحمودة شاهدنا شيخ الأزهر في مصر هذا اليوم بالاحتفال بالنولد النبوي الشريف أمام أنظار العالم يتحدث عن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي ساهم في إنقاذ الحضارات وفي نشر القيم الكونية وشاهدنا مسيرات مليونية في دول أسيوية كثيرة وهذا كله إن دل على شيء دل على أن كلمات القرآن وكلمات السنة تلهب العقول والقلوب فبنت سليمة هذا الرؤية الطيبة لشفتها أن سيدنا النبي يخطب من فوق من بر هو لا زال يخطب وسيضل يخطب إلى قيام الساعة سيدنا النبي قبل أن يتوفاه الله تعالى ماذا قال؟ قال لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبدا كتاب الله وسنة لا زال كتاب الله بيننا وسيبقى بيننا إلى قيام الساعة لأنه محفوظ بحفظ الله والسنة النبوية المطهرة كلها لا زالت بيننا هي أقوال النبي الكريم وأفعاله وتقاريره وإقراراته وإشاراته وغير ذلك بيننا لن تزول أبدا فهذا معنى أنك رأيك النبي الكريم يخطب من فوق المنبر ورأيته يبكي حتى ابتلت لحيته هذه بشارة بأن الأمة الإسلامية لا زال فيها الخير ولا زال فيها الإيمان ولا زال فيها النور والساعة بعيدة مازال بعيدة لأن الإيمان كثير ويتمادى ويزدهر حتى قيل بأن السبب الذي جعل الرئيس الفرنسي يقوم في تلك التصريحات سببها بسيط وهي أنه توصل بتقارير متادها أن المسلمين في فرنسا يزدادون وعدد الولادة عندهم كثيرا في حين أن الأوروبيين لا يتنسلون كثيرا عندهم تحديث نسل وعندهم علاقات ديالصباقة بدون زواج وعندهم شدود فنسبة الولادة عندهم قليلة جدا بالمقارنة بأن المسلمين يتوالدون بوفرة 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 ثم لحظة بأن الاهتداء للدين الإسلامي كثير كل أسبوع هناك العشرات أو المئات من الفرنسيين يعتنقون الدين الإسلامي ثم إن الدين الإسلامي ليس كالنصراني يحتاج إلى باعتات وإرساليات هو بتلقائيا ينتشر فتخوف قال من هنا الفين وخمسين الفين وخمسين المد الإسلامي في أوروبا سيكون مزعجا إنه يتحدى الديمقراطية لأن عدد المسلمين رد يكون أكثر بكثير من الغربيين فقالوا لابد أن نضع حدا لهذا النمو الإسلامي ومن ثم جاءت هذه الرسوم المسئة للنبي الكريم ولكن حاشا ربنا عز وجل يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إن شاء الله تعالى الخير إلى الأمام والدين الحق سينتشر نحن نرفض دين الإرهاب دين التشدد دين القتل وصفك الدماء هذا ليس بدين هذه وحشية الدين الحقيقي دين الوسطية ودين الاعتدال دين الرحمة والمرحمة دين الحوار دين التفاهم الدين الذي يجمع ولا يفرق الدين الذي يبني ولا يهدم الدين الذي يمت يديه بالسلام والمحبة والوئام لكل أفراد وشعوب العالم لأن ربنا عز وجل قلنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم تأسأل الله تعالى أن تكون هذه الرؤية المعبرة تعبر على أن بكاء النبي وابتلت لحيته معناه أن الدين لا زال غدا طاريا في قلوب المؤمين والمؤمنات في كل العالم الإسلامي وحتى في العالم الغربي فهنئا لنا بهذه النعمة المباركة حفظك الله يا بنتي سليمة وزادك الله إيمانا ويقينا وصلاحا اللهم أمين يا ربي كريم